مع حلول الشهر الكريم تقوم منافذ وزارة الزراعة بضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواج والأسماك والألبان وكذلك السلع الغزائية ومواد البقالة والخضر والفاكهة ويميش رمضان بكافة المنافذ التابعة للوزارة بالقاهرة والمحافظات المختلفة وذلك بجودة كبيرة وأسعار مخفضة دور وزارة الزراعة في توفير السلع الغزائية من طيور وبطوا حمام وسمان واللحوم البلدي واللحوم المجمدة وطبعاً بتطرح الأسعار الحاجات دي أسعار مخفضة عن السوق وجودة الخضروات طبعاً بأنواحها وفي الفواكه طبعاً بأنواحها وطبعاً الأسعار أقل من برة بشكل كبير جداً 25-30% وهي في متناول المواطن البسيط جداً نحن عندنا وزارة الزراعة، إشراف الصحة، إشراف تموين، طب بطري لو في أي غلطة، لو في منتج معلوجة الصلاحية بيحصل مشكلة هذه المنافذ تشهد إقبالاً كثيفاً من المواطنين طوال أيام العام وخاصةً بشهر رمضان لما تقدمه من تخفضات كبيرة تصل إلى 30% على كافة المنتجات وجودتها التي تلقى ثقة المواطنين نظراً لأنها تخضع للرقابة المستمرة من الوزارة ويتم تخزينها بالطرق الصحيحة وفق كافة الاشتراطات الصحية منتجات وزارة الزراعة صارها كويسة وأنا جربت للمنتج بتاعها فرجحت أشتري منها تاني لأنها ممتعة زي يعني منتجات وزارة الزراعة كويسة أنا بفضلها جداً عن السوق بره والمحلات بره أنا بسق فيها وأسعارها بتبقى كويسة أنا معقولة وبلاقي الحاجات المناسبة لي أنا يعني كسير والجودة بتاعتها كويسة بحب أجيب كل حاجة ويحب أجيب اللحمة والسمك والفراخ والبط والحمام ولو فيه مثلاً التومين واللي حاجة ممكن أجيبه من هناوات برضو يعني المنتج هنا عندهم إيه؟ مخفض للنسبة لي أنا والنسبة للناس إيه؟ المستوى بتاعهم يعني إيه؟ على قد الحال يعني أهم حاجة عندك جودة لأن يعني يعني سعر بلا جودة يعني ملوش أي قيمة فأنا بسق في منتجات الوزارة لأن يعني بتعامل معها بقالي سنين كتيرة منافذ وزارة الزراعة الثابتة والمتنقلة تصل إلى أكثر من ربعمائة منفذ على مستوى محافظات الجمهورية وتفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساء يومياً وتوفر جميع السلع بجودة عالية وبأسعار تنافسية تلائم كافة المواطنين مرنة عادل أكسترا نيوز